سمو الشيخ علي بن خليفة الأمين العام للجامعة العربية شكرا وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على منح سموه درع الريادة في العمل التنموي وتمنية سموه الجامعة بالتوفيق والسداد في جهودها النبيلة لتعزيز العمل العربي المشترك وأعرب سمو نائب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الحيوي الذي تنهض به جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة وجهودها الحثيثة من أجل تحقيق التكامل والتضامن العربي في مواجهة كافة التحديات الرهنة وأكد سموه دعم مملكة البحرين ومساندتها للجامعة العربية في جهودها الرمية إلى توثيق عرى التعاون بين الدول العربية وبالشكل الذي يسهم في تحقيق تطلعات وأمل الشعوب العربية نحو مزيد من الرفعة والازدهار من جانبه أعرب معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه بزيارة سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة إلى الجامعة لتسلم درعي الريادة في العمل التنموي نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدا أن سمو رئيس الوزراء يعد من الشخصيات البارزة على مستوى الوطن العربي في مجال العمل التنموي وله إسهاماته المتميزة في خدمة القضايا العربية معربا عن تمنياته لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها بدوام الرفعة والتقدم ترجمة نانسي قنقر